اربعة اتناشر الفين وحداشر. بنبتدي يومنا بفقرة الصحافة والصحفية المتميزة. اه الاستاذة امال عوضة صحفية في جريدة الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الاهرام. انت لابسة سود النهاردة وانا لابسة سود. انا لابسة سود ومش شربة نس كافية. يعني اي حاجة تقالي النهاردة. غلطة من غلطتنا النهاردة ان احنا مشرب نكيش نس كافية. معلاش. عندنا اه عدة اخبار نقيناها النهاردة من المصر اليوم والشروع والاخبار والاهرام. بنبتدي من جريدة المصر اليوم صفحة اولى الجنزوري لا اه جنزوري لتنطاوي التشكيل متعثر دبرني يا مشير. قلينا نبتدي بخبر خبر كده نعلق عليه واحدة واحدة. اه طبعا اكيد مصر كلها بتتابع اه الولادة المتعثرة بوزارة الجنزوري. الحقيقة يعني اعتقد انه اه ناس كتير ومن ضمنها يعني تعليقات تتقالت وكلام كتير حوالين اساسا قبول الجنزوري كرئيس وزراء. اه. اه. الحقيقة كل الاسامي اللي اتطرحت فيها اسامي قليلة جدا يعني اعتقد حوالي اتناشر او تلاتاشر وزير اللي تم الاستقرار على اسمائهم. في اسماء قيل ان هي ستستمارس وما قيل لا في اعادة نظر ليها تاني. في اسماء البعض يتعجب من وجودها لغاية دلوقتي مع احترامنا ليهم كشخصيات الدكتور فايزة ابو النجا وحسن يونس في الكهربا. الناس مش فهمة ايه اللي بيحصل. هل هي استنساخ لوزارة الدكتور شرف التي لم تنجز شيئا خلال الاشهر قليلة الماضية. اه. ولا احنا بالفعل نوين نعمل حاجة جديدة. اذا كنا نوين نعمل حاجة جديدة فاعتقد انه فيه. خلينا نقول. مفيش اجماع على وزارة الدكتور الجنزوري. الاسباب عدة تتعلق بتاريخ سابق. تتعلق حتى بنول ايه. متطلبات المرحلة. اه. على مستوى الشخصي واعتبره رأي مواطنة عادية انا لا ارى رجل المرحلة. اه. قد تكون القيادة السياسية في مصر ليها رأي اخر بالتأكيد. ليها رؤية. لكن حتى الان في ظل هذا التعصر في ظل رفض اه شخصيات كثيرة للحصول او للدخول الى مأساة الوزارة. لانه حتى الان انت ما عندكش صلاحيات. الحديث عن صلاحيات كان كلام كده في العموم. زي ما احنا منتكلم انا وانتا دلوقتي اللي هو احنا هنديك صلاحيات. بس واحد اتنين تلاتة عشرة مش موجودة. يبقى ازا هي صلاحيات زي صلاحيات الوزارة. هو لسه يعني ما مرش على ان هو يطلب الصلاحيات بتاعته متهيالي غير كم يوم. يعني لسه. هو على فكرة الدكتور الجنزوري كان حسنا الحظ لحد كبير لانشغال مصر كلها في حدود الانتخابات. بس الحقيقة لا فيه تعصر حقيقي اعتقد ان هو بيواجه صعوبة. لقاءه مع سيات المشير بيأكد نفس الفكرة انه في بالفعل الوزارات. لا اما. يا اما مش تأيين لها اشخاص. يا اما الاشخاص اللي بيطلبوا ليها بيرفضوا. لا. للاعتبارات تتعلق حتى بالتعاون مع الدكتور الجنزوري نفسه. يعني ده من ضمن الكلام اللي بيتقال. وهو واضح في كل تصريحاته دايما في اي لقاء صحفي او كده دايما بيبرز انه هو ما كانش مع النظام السابق. دايما هو كان من ضمن الاسباب الرئيسية انه هو كان ضد النظام السابق او سياسة النظام السابق انه هو عشان كده طلعه. بس هو كان اختلاف يعني لو لو شئت رأيي الشخصي اعتقد كان خلاف من داخل النظام. تمام. كان خلاف من داخل النظام وليس خلاف على النظام. اه. يعني انا مش مختلفة على النظام. بس احنا بنختلف بقى في تقسيم الحاجات. تمام. وانا صلاحياتي ايه وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. تمام. فاعتقد ان خلافات اه يعني خلافات الدكتور اعتقد. على حين ان مسلا شخص اخر زي المهندس حساب الله الكافراوي. لأ كان في حالة صدام مع النظام. يعني عندنا النمازج اعتقد تاريخ والاعلام بيورينا دلوقتي النمازج ونقدر نفرزها حتى بشكل بسيط. عزيزي. حتى بدون تحليل سياسي او. نتمنى للحكومة بغض النظر الدكتور كمال الجنزوري او غير الدكتور كمال الجنزوري المهمة عندنا مصر. هذا ما نأمله. عندنا مصر. عايزين نبص للمستقبل ونتحرك للمستقبل ان شاء الله قريبا. مش عايزين كل شوية الماكنة تقف. تقف. والتروس تقف. نتمنى ان الخلافات دي تزول ونمشي لقدام. اه من المصر اليوم صفحة تلاتة بطلان بيع العربية للتجارة الخارجية بعد اتناشر سنة من توقيع العقد. طبعا انا سمعت ان انتم عندكم فقرة بالفعل عندها. بس انا هقول حاجة صغيرة جدا تتعلق بالاعلام. بمعنى انه اه الى من يطالبون او يعني يرحبون بوجود الدكتور الجنزوري. نعم. ارجوكم اقرص صفحة تسعة من جريدة الشروق. نعم. احنا مش نتكلم عن الفقرة اللي انتم هتقولوا فيها المزيد. لكن صفحة الشروق بتتكلم عن انه خسخصة الشركات. تلاتين في المية من خسخصة الشركات المصرية تمت في عهد الحكومة الاولى للدكتور الجنزوري. نعم. اذا تصدير الصورة باعتباره يعني حامل الفقراء. لانه ده كلام يتقال وكلام قريته. يعني ده بيؤكد لنا وجهة نظر اخرى او آآ نقول ايه صورة اخرى او وجهة اخر للدكتور الجنزوري. انه كان من انصار الخسخصة التي لم نأتي يعني لم تعطينا الكثير. نعم. تلاتين في المية من شركات مصر الكبيرة. ومنها الشركة التي بطل عقدها هي آآ آآ تمت في فترة الدكتور الجنزوري. انا. ارجوكم اقرص صفحة دي. نعم. لانه فيها الجدول ده كله زي اللي انتم شايفينه كده على الشاشة. نعم. كلها شركات اتخسخصت في عهد الدكتور الجنزوري. اه انا فيش اشتياق حد اللي انا اعرف يعني العربية للتجارة الخارجية دي اه يعني كان بتشتغل في ايه ولا تبعت ببعت ليه او اتخسخصت ليه نفسي اعرف. يعني انا وجهة نظري هو في الكلام المكتوب يعني انه ليها اصول. الاصول دي قد تكون مخازن قد تكون مكاتب قد تكون مباني لانه التجارة الخارجية مجملها كده تصدير واسترات. نعم. نعم. واعتقد انه الكلام معنا انه اصولها كدت تساوي مية وعشرين مليون. نعم. واتبعت بحد عشر مليون. ده يؤكد لك انه الشركة دي كان لها فروع في مناطق كتيرة. قد لا يكون لنا عالمي بها لانها مش على العلاقة مباشرة بالجمهور المستهلة. عموما احنا النهاردة عندنا فكرة خاصة بهذا الموضوع هيكون مشرفنا فيها. لأستاذ خالد علي المدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هنعرف تفاصيل هذا الخبر. من المصر اليوم صفحة ثلاثة اللجنة العليا ترفض اعلان نتائج القوائم وتعترف بوجود اخطاء في عدد المصوتين. ده المصر اليوم. في الاهرام عندك احدى المنشطات الفرعية نتائج القوائم. اربعين في المية الحرية والعدالة. خمسة وعشرين في المية النور. خمسة واشر للكتلة. حدواشر لوقت. نعم. فيعني اه ما بين المصر اليوم والاهرام اعتقد خلاف يعني عبد المعز ابراهيم اعلنت نتائج. الحقيقة انا كان اعتراضي الشديد. نعم. على تعامله مع الاعلام. يعني. ازاي يعني بمعنى? انا شفت المؤتمر الصحفي. وبرده والله اشرف احيانا بتكلم باعتباري مواطنة عادية. تفضلي. اللي هو احنا قاعدين فبنتفرج بيتعامل مع الاعلام بشكل فوقي تماما. يعني انا اعتقد انه القاضي ده يعني يعني مفروض ان هو بيتمتع بدبلوماسية ما في التعامل مع الناس. نعم. لكن اللي انا شفته في تعامله بغض النظر انه كان فيه اسئلة غبية. بغض النظر انه كان فيه اسئلة عبيطة. بغض النظر بيسألوه مش عارف. بس ده اسمه ده اسمه مؤتمر صحفي. نعم. فالمؤتمر الصحفي انت بتتلقى هذير تقول له ده سؤال اجيب عنه. ده سؤال ليس في دائرة اختصاصنا. بس التعامل بسخرية واستهزاء يعني ما عجبنيش انه ده يحصل من قاضي. عارف دور الاعلام ومستشار. احنا مش مكلم على قاضي عادي. احنا فحنانيك يا ايها المستشار في التعامل مع الاعلام ليكن صدرك متسعا حتى يكون صدرك متسعا الجاني والمجني عليه في رضهات المحاكم وفي القاعات الادارية. لان انت قاضي. لان انت في النهاية انت رجل مفروض ان انت تتميز بدماثة الخلق والتعامل مع الناس على قدر عقولهم. يعني ده بس كده تعليق في السريع لكن. كل الاحترام لسيادة القاضي. انا وديك مقولك انتباع. مقولك انتباع طبعا. ومجرد ملاحظات اعلامية. ارجو انها ممكن تكون في يعني تأخذ في الاعتبار. كل الاحترام لسيادتك. الشروك صفحة ثلاثة عنان يناقش صلاحيات المجلس الاستشاري مع القوى السياسية. اه الحقيقة المجلس الاستشاري ده هيبقى زي شاهد بيحاول يشوف كل حاجة بس مش هيكله اي دور. الاسماء الموجودة كلها على العين وعلى الراس. بداية من الدكتور احمد كمال ابو المجد. نجيب سويرس. معتز بالله عبدالفتاح. سامح عشور. اه عبدالعزيز حجازي. منصور حسن. استاذ لبيب السباعي. اه محمد مرسي من الحرية والعدالة. اسماء كتيرة جدا. الوافد. النور. كل تقريبا اه الاصوات ممثلة. بس الحقيقة. هو عددهم هيبقى اديه. اه لا يعني ما اعتقد انه بس الكلام اللي تقال انه هيكون سيتم انتخاب رئيس ونائبين من بين اعضاء المجلس التلاتين. بس انا من حوالي كمي يوم كده كنت قارف اريد في الجرائد ان هو حيبقى تقريبا خمسين. لأ مكتوب هنا يعني العهد على الاهرام في الصفحة الاولى. نعم. آآ سيتم انتخاب رئيس ونائبين من بين اعضاء المجلس التلاتين. فيبقى كده مبدأين هم تلاتين. طيب. لحقيقة الاسماء المحتوطة كلها اسامي اسادزة. تمام. بس الحقيقة هي. هل هذا المجلس دوت هل هو البديل عن المجلس المدني اللي احنا طالبنا عليه من بداية الثورة. هل هو محاولة للتفتبة على مصر على صورها على شبابها انه احنا آه هناخد برأيكو بس رأيه غير ملزم. ده زي عادتي انا وانت عادين بنتكلم احنا لا هنحل ولا نربط. لا ليه 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 المجلس. بص هقولك حاجة. طمان هقولك بص حاجة صغيرة. يعني قبل كده كان الحكومة تاخد قرارها المجلس ياخد قراره وبناء عليه هو ده اللي حيحصل وهو ده القرار مفيش حد بيتناقش والباقي موجودين في الميدان. او الرأي التاني في الميدان. دلوقتي الجماعة بتوع الميدان اقولنا تعالى. لا مش بتوع الميدان. طيب. يعني هل المجلس ده مش هيكون الميدان موافق عليه? لا هو بص هو دي خلينا نقول لجنة حكماء. عزيب. بنقعد كده نتدردش ونقوه كل واحد هيقوم بس في النهاية المجلس العسكري هيعمل اللي هو عايزه. تمام. هيجيب الدكتور الجنزوري هي مش عارفة هيوافق على الوزير مين هي يعني خلي المسألة تبقى واضحة. طيب. انه المجلس في النهاية هيينقل صوت الشارع او هيينقل صوت خلينا نقول حكماء مصر. لكنه في النهاية السلطة في ايدي المجلس العسكري. خلينا نستنى لما يبقى موجود مجلس الاستشاري ده الاول. وخلينا نستنى لما نشوف حكومة دكتور كمال الجنزوري يعني مين هيبقى في الحكومة اساسا مين هيبقى الوزراء. وبعدين نتناقش لكن بشكل عام يا استاذ امال يعني انه يبقى في حد لي يكون متواجد يبقى في ناس مستشارين زي ما حضرتك قلت دوقتي في ناس يعني اسامة كبيرة كلها. انه يبقى في استشارة في اي قرار بعد كده في المستقبل ده في حد ذاته الخطوة قويسة. هديك مسأل واحد وممكن ننقل على الخبر التاني. هل المجلس الاعلى لحقوق الانسان. هيكون معنا بالنهار ده على فكرة واحد منهم. يعني بذكر برغم انه فيه قرار جمهوري صدر بتنفيزه. نعم. مش عارفة انه على رئاسته بطرس غالي يعني مكلام كبير جدا. هل عمل اي حاجة في خلال السنوات وجوده في مصر في صد انتهاجات الشرطة. نعم. انا اعتقد في ظل وجود هذا الكيان الرسمي اللي كان اسمه حقوق الانسان وعملش حاجة خلال عشر سنين. انا برؤيتي البسيطة جدا. نعم. هذا المجلس الاستشاري لن يكون له اي دور غير التحور مع المجلس العسكري او القيادة السياسية. لكن معادة معادة. ده حد ذاته على فكرة كويسة انه يبقى فيه حوار. ويمكن اقنعك. اه. يعني انه يبقى فيه حوار. اه. ويبقى فيه ناس دول ممثلين بيمثلوا كذا كذا كذا. لان واحد من عيوب الثورة دايما بيقولها انه مفيش حد بنتكلم معاه. مفيش حد من الصوار بنيعود نتكلم معاه. يعني يبقى فيه رمز هو ده اللي احنا. ده في حد ذاته حاجة كويسة. حاجة مهمة جدا. حاجة مهمة جدا. لكن انت تبقى من انت عايزه. بس انا في النهاية برضو هعمل لانا عايزه. يا سيتي خلينا نشوف بس. لشكل النظام السابق. يا سيتي خلينا نشوف بس. خلينا نشوف طب بس اللي هيحصل. احنا لسه ما تقومش اساسا لو احنا بلعكم عليه. ما هي. اه. لا انت بتتكلم عنه ايه? الاساسا ان انا بكلمش على حاجة هتتعامل. هو اتقال ان انت دورك استشاري. واه. ان انت هتيجي تقول لنا تدينا بعض الضوء. بس احنا في النهاية سنرى ما. اه سنقرر ما نرهه متوفقا مع الوطن. خلينا ننتقل الخبر التاني بس. اوكي. حقول لحظة. انه اه رئيس وحدة الانتخابات في مجلس القومي لحقوق الانسان. واستاذ حازم مونير هيكون على فكرة موجود معنا في استضافتنا بالفقرة من الفقرات. الاخبار صفحة تلاتة. الاعادة غدا بين مية واربعة مرشحين على اتنين وخمسين مقعدة في سبعة وعشرين دائرة. ده طبعا تحصيل الحاصل فيما يتعلق بما حدث في اليومي الاثنين وثلاثاء الماضيين. في فيما يتعلق باول انتخابات آآ نعتبرها ستين في المية مشاركة كبيرة قوي من المصريين. آآ آآ الحقيقة في مية واربعة مرشحة اتنين وخمسين مقعد آآ ده تحصيل حاصل لانه البعض سأل ازاي انه ناخد واحد اخد مية الف صوت واحد خد عشر الف صوت. نعم. اللي حصل من تفتيت الاصوات انه تم اختيار اعلى آآ اتنين في في الاصوات. على اساس يتم الاعادة بينهم. اغلب المقاعد اعتقد ان هي ما بين اخوان وما بين سلفيين. نعم. آآ ازا كنا بنتدعي برضو انه في ناس خرجت لل للانتخابات فبرضو في ملحوظة مهمة جدا لابد ان تقال هذه انتخابات انطباعية. نعم. انا وانت واحنا عادين دلوقتي وبيتفرج علينا آآ 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 آ ده بالاضافة يعني الملحوظة تانية وملحوظة اكيدة يعني انه الناس اللي هو اذا كان السلفيين او اللي هو الحزب النور او العدالة يعني الاخوان المسلمين عندهم كم كبير جدا من الخبرة في مجال الانتخابات ولعبة الانتخابات ومنظمين موجودين في الشارع في الجزء الانطباعي او العلاقة الاجتماعية وطبعا هم موجودين على الساحة وبشتغلوا بشكل جيد جدا بقالهم كذا سنة الاهرام سوف أقولها مخاوف دولية من صعود السلفيين انا مش عايز اي حد يزعل من التقرير دوت الموجود في الاهرام هو متاخد من كل عواصم العالم كل الصحافة والاعلام ازاي تناولوا اخبار صعود الاسلاميين في مصر الحقيقة الناس لها حق تقلق لان هي عندها نمازج السودان عندها نمازج افغانستان عندها نمازج في الصومال يجوز النموذج الوحيد المشرق ماليزيا وتركيا هما بيبصوا على مصر بشيء من القلق باعتبارها مصر قلب الميزان في المنطقة العربية يا ترى مصر هترجع خطوة وتروحها السودان ولا ترى مصر هتتقدم خطوتين وتروح لتركيا ده مصدر القلق اللي بره ومن حقهم لانه مصر بنسبة لهم دولة اساسية سيد امال احنا فقرتنا خلصت بس اخر خبر معنا الاخبار صفحة 6 محاكمة رموز النظام السابق خلال الشهر الحالي احنا حاسين ان احنا نسيناهم خالص اه دي صفحة موجودة وبتفكرنا بكل الحاجات الغاز ممتلكات حسين سالم قتل المتظاهرين هتلاقوا كده ملخص عن كل محاكمة تماما نتمنى ان يعني ان نعيد التسكير بهزي الجرائم التي لن يغفرها اذا ما كانش القضاء فلن يغفرها التاريخ